أستاذ مجدي وإحنا نتكلم على هذا الاكتشاف الأثري خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الأمر عبارة عن إيه؟ أنا اللي هميني في هذا الكشف أنه بيرد كتير جداً على بعض المتقولين على الحضارة المصرية وأبرزهم طبعاً إلي ومسك اللي تحريك بتتكلم عنه قبل اللقاء فاللي كان بيقول قائنات فضائية وبالتالي بيقول لكل الناس أن هذه الحضارة حضارة مصرية تاني حاجة من الهرم الأكبر إلي ومسك كان ليه عدد من الإعجابات من الهرم المصرية وقال للفضائيين وحط ابتسامة بسيطة كده لأن انت عارفه ويعامل شركة تيسلا وتيسلا الرجل يعني من 1931 كان مهتم في فكرة القهرباء وقال إنه أعمل تصميم يشبه الهرم وطلع منه القهرباء النظيف ففي موال كبير جداً مع تيسلا بخصوص الهرم وطبعاً التويتر اللي أعملها من شهر كده لما أعمل على إيه على دندرة على الممر بتاع معابة دندرة والناس طبعاً في التكلم عنه فإحنا كده بنرد على الأفرس انتاليك بنرد على إيلوم ماسك إنه مشروع علمي ومشروع دولي حضرتك أشهرات في المقدمة إحنا معنا اسم اليابان من ألمانيا من كندا من فرنسا معنا علماء مصريات خمس علماء مصريات من أشهر علماء العالم معنا طبعاً الدكتور زاهي طبعاً من مصر فيه من ألمانيا وفيه من كندا وبالتالي إحنا قدام بحث مهم جداً 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 ولكن اللي بيؤكدوا إن هذا الهرم من القرن الثمنتاشر حتى الآن هيفضل زي بقوله بيسا في أسرار كتير جداً لأنحنا بنتكلم على 13 فدان بنتكلم على أكبر مبنى حجري موجود في العالم في فضل 3300 سنة بنتكلم على مبنى بقاله 4600 سنة صامد وزي ما قال المتنبي قال يعني إن الزمن بيخاف من إيه؟ بيخاف من هذا الهرم بيخاف من شكل أهرمات طيب الاكتشاف وهذا الممر عبارة عن إيه؟ هو ممر فوق اللي حضرتك إحنا دلوقتي بندخل الدخلة بتاعتنا في الهرم بندخل من فتحة اسمها فتحة الخليفة المأمون من العصر العباسي فتحة اللي مدخل فوق الجزء دي بحوالي 7 متر في المدخل اللي بنا نحنا بنتكلم عليه النهاردة أو لموجود النهاردة كان من 2016 وهي بدأت من 2015 ولكن من 2016 هم اكتشفوا هذا الممر ولكن كان محتاج تأكيد وكان محتاج إزاي ندخل أجهزة أو تليسكوب معين عشان نقدر يصور لنا هذا الموضوع فكان محتاج وإحنا كمان في المرحلة الجاي محتاجين حاجة زي ريبوت يقدر يخش يشوفنا إيه وحضرتك أكيد فاكرة الروبوت اللي داخل في أولي ألفنات وظهرنا مقبض نحاسه لكن للأسف ما نعرفش إلا حصل بعد كده فنتمنى أن هذا البحث يستمر ويمكن السبب اللي خلوهم يزوع هذا النشر العلمي المهم إن فيه مجلتين أبرزهم طبعا مجالة نشر الألمانية ودي مجالة يعني ما زيبوله متهزرش في النشر العلمي بأخلال اليام اللي جاي طبعا خلال اليام الجاي هتنشر هذا البحث فكان لازم ينشره زمن تم نشره علميا فكان لازم يعلن للعالم فإحنا قدام الكشف مش جديده من 2017 و2016 ولكن احنا بنأكده بهذا النشر وبقدام احنا قدام يعني شيء مهم جدا حضرتك هتقولي هو إيه وإزاي طبعا فيه احتمالات احتمالات دينية واحتمالات معاملية ولكن هو حضرتك السر في هذا كل ده في ألمانيا هتقولي في ألمانيا فين عند اللي بصمم هذا الهرم اللي هو اسمه حيم إيونو الراجل العبقاري الراجل المهندس اسمه حيم إيونو اللي لأسف ملقناش غير التمثال واحد فقط وكان متقصر خدوه في ألمانيا موجود في متح فلسطايم بالمناسبة أتمنى يعني عايزين نرجع عصارنا عايزين نرجع رهاز الراجل المهندس ونسأله انت حيم إيونو لما كده قعدت مع خوفه وكان ابن عمه قاله انه قال له عايزك تعمل لي عمل مهم جدا عايزك تعمل لي عمل يفوق لأن أبوه في ضهشور عمل هرمين وهرمين كواسين جدا لأ معلش محتاجين تفاصيل لأنا حارك دلوقتي نقول هنقعدوا مع بعض ونسألوا ما هو حيم إيونو ده مهندس هو اللي صمم له هرم ولما عاب ما خوفه أخو قال له كده قال له أنا عايزك تعمل لي عمل يعني ما يكونش حصل قبل قبل كده فيه أهرمات احنا عندنا 116 هرم ولكن سيزال له هرم احنا دايما نقوله هرم يقول مصر رغم أن مصر في 116 هرم وكان قبله هرم زيو سر مدرج وهرم ما يدوم وبالتالي لكن هرم خوفه زي بقوله تحطي فيه كل علم الكون ليه؟ لأن الراجل دي للمهندس لما راح يصممه راح مدينة أون مدينة أون دي أو المطارية دلوقتي كانت فيها جامعة من أشهر جامعات الدنيا في علم الفلك قال له ما أنا عايز أعمل حاجة يعني لو أن الناس زمان كانت بتعتقد الكهنة دي شغل دين فقط لكن كان دين وفلك وهندسة وعمارة فراح هناك عشان يختر اسم لهذا الهرم وسمى أفق خوفه حاجة مهمة جدا والراجل ما اسمه خوفه خوفه لا زي حميني وبعد كده بدأ يعمل لنا هرم معجز معجز في كل آياته وبقول لحضركم من القرن الثمنتاشر لأما لو حضرك تشوفي نفسي إن شاء الله نعمل حرق مع حضرك عن الاستكشافات في الهرم من القرن الثمنتاشر حتى الآن هتجد مفاركات غريبة جدا جدا فاحنا عندنا هذا الممر هو أحد العجائب اللي ممكن ممكن توصلنا إلى شيء مهم جدا دونه ممكن يكون هدفه معماري مجرد خفيفه الضغط وممكن ليجوا هدف ديني وممكن يكون العمال بعد من خلصوا الدفن كان لازم ممر يطلعوا منه فاحنا قدام أكتر من احتمال هيؤكده ممكن خلال شهر ممكن خلال سنة ممكن خلال سنتين لما ندخل ريبوت صغير هيقدر لقول لنا الدنيا بشيء لقينا ممر مقفول من ناحيتين طب ممكن يقدر ليه الله أعلم